اشتركوا في القناة ان الله لا يلقي حبيبه في النور على هذا ينبغي لك ايها المبارك ايتها المباركة لا يكن لك هم تحمل في الدنيا اعظم من ان يحبك الله لان الله اذا احبك نجوت حتى يحبك الله تفقد في الكتاب والسنة اين مرضات الله وفي الحديث الصحيح وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فالكثار من النوافل من اعظم اسباب محبة الله على انه لا يمكن ان ينال احد هذه المحبة من الله حتى يبلغ هو من نفسه انه لا يحب احدا اعظم من الله الله يقول ومن الناس من يتغذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا احال واهل الكفر النقار جل ذكره والذين عاملوا اشد حبا لله ومن اراد ان يعرف اين ومن اراد ان يعرف اين كم هو يحب الله فلينظر اذا اجتمع الي عليه امرا امر يحبه الله وامر تحبه نفسه فلينظر حينها ايه ما يختار جاء في الاثر ان موسى سأل ربه اني اراك تثني في كتبك على ابراهيم واسحاق ويعقوب فاوحى الله اليه اما ابراهيم فما خير بين امريني انا احدهما الا اختارني واما اسحاق فقد جاد لي بنفسه واما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي تحزش اجابه تحزش اني اصل احزش احزش انا ابد service امنى اقل او اعجابه اشتركوا في القناة